إن هذا الشهر له فضائل قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيستحب الاكثار فيه من الصيام وهو أيضا من الأشهر الحرم وهو الشهر الذي اختاره الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه ليكون أول السنة لإجرية ومن أعظم فضائله أن فيه يوم عاشورة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر السنة الماضية وقد صامه موسى عليه السلام شكرا لله لما أغرق الله فرعون وقومه وصامه اليهود من بعده فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومونه فقال ما هذا الصوم الذي تصومونه قالوا إنه يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل الله فيه فرعون وقومه وقد صامه موسى عليه السلام فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم أو أولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه فيصام هذا اليوم اقتداءً بأنبياء الله بموسى عليه السلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه فيصومه المسلم اليوم التاسع ويصوم اليوم العاشر الذي هو يوم عاشورة ومضت هذه السنة في هذه الأمة والحمد لله يتأكد صيامه طلباً للأجر والثواب وشكراً لله عز وجل